وبرضه على المستوى الاقتصادي المحلي طبعا لأنه النهاردة كان في مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء النهاردة كان مرتبط تحديدا جزء أساسي من الاجتماع بعدد من القواعد الجديدة أو التعديلات اللي هتتم على أحكام قانون العقوبات وهي مرتبطة بالاقتصاد مرتبطة بالتعديات على أراضي الدولة وأي نوع من التلاعب اللي ممكن يتم من موظفين يكون عندهم قدرة أو نفاذ أو أن هما في مواقعهم يقدروا يلعبوا في فرق يؤدي لتعديات على أراضي الدولة التعديلات اللي الحكومة النهاردة قررتها وتتقدم للبرلمان أنه هيبقى فيه عقاب بالسجن مش أقل من خمس سنين يعني الحد الأدنى للعقوبة السجن خمس سنين وغرامة مش أقل من نصف مليون جنيه ومش هتزيد عن مليون جنيه لأي موظف عام طبعا يدخل في قضية ويثبت قضائيا تسهيله أو تعامله في أي إجراء يؤدي للتعدي على أراضي زراعية أو أرض فضاء أو أي مباني أو أي حيازة وقف خيري أو أرض تابعة لأي جهة من الجهات ده حيبقى من أهم التعديلات اللي صدرت النهاردة وإنه حتبقى العقوبة بقى هي بتشدد إذا كانت الجريمة مرتبطة بتزوير إذا تم استعمال محرارات وسائق يعني ورق مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة مرتبط بمسألة الأرض دي إنه العقوبة بقى توصل للسجن المؤبد أو المشدد والغرامة ما تقلش عن مليون جنيه وما تزيدش عن اتنين مليون جنيه وطبعا هو بالتأكيد يعزل من وظيفته اشتركوا في القناة